وقع تفجير انتحاري مزدوج في منطقة بنينة بمدينة بنغازي الشرق ليبيا اسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى فيما قتل اربعة جنود خلال اشتباكات مع متشددين في المنطقة نفسها واكد قائد القوات الخاصة التابعة لجيش الليبي في بنغازي ونيس بوخمادة ان سيارتين ملغومتين اقتحمت نقطة عسكرية قرب مطار بنغازي الذي يستخدم للاغراض المدنية والعسكرية مما ادى الى مقتل ثلاثة جنود واضاف بوخمادة ان مجلس الشورى تكبد خسائر كبيرة في اشارة الى الاسلاميين الذين يحاولون سيطرة على المطار منذ اسابيع